اعلنت الادارة العامة للمرور عن انخفاض اعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية خلال العام 2016 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفية الذي ترأسه المدير العام للادارة العامة للمرور العقيد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة بحضور عدد من ممثلي وسائل الاعلام هي ارقام تعكس صواب ما تم فرضه من انظمة مرورية روعية باقرارها مستوى السلامة على الطريق ورفع درجة وعي مستخدمي الطريق بالسلامة المرورية بمنطق يدفعه الحرص التام نحو تطبيق امثل للقانون مفاضلة انحصرت لتوضع في مقام العام المنصرم عن السنة التي قبله فهو من شهد انخفاضا ملموسا في اعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 40% ليعود ذلك الى عديد الاسباب التي تتمحور حول تطبيق قانون المرور الجديد ووضع الانظمة الالكترونية الذكية لرصد مخالفات السرعة وتجاوز الاشارة الضوئية انخفاض عدد حوادث المرور السنة اللي مضت سببها كان السبب الرئيسي تنفيذ القانون ورفع الوعي لدى السواق في مملكة البحرين مما ادى انخفاض النسبة الى النصف وارتفع معدل السلامة في البحرين الى تقريبا الدولة العربية الاولى في الشرق الاوسط الخطوات الثابتة التي خططها الادارة نحو تسهيل الاجراءات والمعاملات المرورية على المواطنين اثمرت ليصل عدد المعاملات التي تم انجازها خلال العام 2016 الى مليوني معاملة ادارية المعاملات المرورية في الادارة العامة مرورة في ارتفاع احنا يوميا نقدم ثمانتلاف معاملة في الادارة العامة مليونين معاملة في السنة فحنا ندفع باقوى حد ان نحول اغلبية المعاملات من معاملات فعالية يقوم فيها الفرد الى معاملات اكترونية اضاح وافصاح عن معالم الخدمة الجديدة التي اطلقتها الادارة العامة للمرور المتمثلة بايصال الحادث والمخالفات الالكترونيا الى شركات التأمين هناك اجراءات ادارية تقوم بالادارة لتسهيل تحويل المعاملات الموجودة الى معاملات اكترونية ان شاء الله ستطلق معاملات الحوارث الالكترونية والمخالفات الالكترونية خلال هذا الشهر خدمت رسالة نصية تم تفعيلها في شهر يناير تطبيقات عصرية وارشادات وحملات توعوية هادفة تمضي الادارة العامة للمرور سنويا القيام بها بحق كل مستخدم على الطريق من مواطن او مقيم انطلاقا من دورها المجتمعي الهام في تحقيق الاهداف الموضوعة التي تقع ضمن دائرة سلامة المجتمع من الحوادث المرورية والحد منها ما امكن لتلفزيون البحرين محمد رشادات